اشتركوا في القناة المقدمة نسير الى المحليات الاصائل والجولة الثالثة من خلال مشاركات هذا اللقاء الى المقدمة والمركز الاول وما يدور من منافسة على هذا اللقاء الى صدارة الشوط هنا تتواجد طيف حمود بن سلطان بن راشد العويسي يسيطر على المقدمة لكن التسلل من خلال هذه اللحظات من غياتي في المركز الثاني تعود ملكيتها لضاحي بن عبدالله بن ضاحي اللي يحتل المركز الاول المركز الثالث الان نذهب مباشرة الى اريام اريام محمد بن سلطان بن ميرين يتقدم الى المركز الثالث في هذا الملتقى بينما المركز الرابع نصل الى التزام عبدالله بن الطير العامري يتقدم بوحمد ويقدم لنا التزام بينما في المركز الخامس نتابع عالية حميد بن محمد بن حديد الجنيبي واصلا وقادما الى المركز الخامس بينما في المركز السادس هذه اللي وصلت علم تعود ملكيتها لعيلان بن سعيد بن عيلان المهيري اما المركز السابع فنتابع حشيمة لعلي بن سالم بالخرس الاكتبي اما المركز الثامن المركز الثامن وصلت الطيارة حمد بن سيف بن عبدالله الشامسي يصل يحتل المركز الثامن المركز التاسع هذه اللي حضرت الان حظ لمحمد بن معتوق العامري المركز العاشر المركز العاشر من الجانب الاخر وصلت نواهل لحياب المطر بن حاذة الاكتبي هكذا هي النتيجة مشاهدين الكارم لمجرياتي وتحديات هذا الشوط هناك انضمام من قبل الراشدية حميد بن حران الفلاسي حضرت وتواجدت على المركز العاشر هذه النتيجة حتى هذه اللحظات مشاهدين الكارم في ملتقانا وفي منافساتي هذا الشوط ما شاء الله هذا الشوط الذي يحمل تحديات الجولة الثالثة في صباح هذا اليوم والجولة الثالثة خاصة بالمحليات الاصائل من الابكار نعود الى شعار بن ضاحي ها هي غياتي غياتي تتقدم لضاحي بن عبدالله بن ضاحي اللي على المركز الاول يلا يا سلام شوف شوف هذه اللي امامكم وتتقدم وتسير بالمركز الاول بينما المركز الثاني المركز الثاني اريام تتواجد سلطان بن محمد بن ميرين ياتي احتى المركز الثاني ويقدم لنا اريام على المركز الثاني في هذه اللحظات هذه الاندفاع من التنتين في هذه المشاركة وفي هذا الملتقى نذهب الى المركز الثاني ياتي احتل مركز الثالث في هذه اللحظة والمركز الرابع وصلت علم تتواجد علم عندها علم كبير ومشاركة قوية عيلان بن سعيد بن عيلان المهيري اما حشيمة انضمت وتقدمت للمركز الخامس ملكيتها العلي بن سالب بالخرس الاكتبي المركز السادس يلا يا الجنيبي الجنيبي يلا يا بن حديد وما يفك الحديد الا الحديد هذه عالية حميد بن محمد بن حديد الجنيبي يتواجد على المركز السادس المركز السابع المركز السابع وصلة الراشدية حميد بن حرام بن حميدان قادم في المركز السابع في هذه اللحظة بينما المدهوشي في المركز الثامن يقدم هيبة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي والمركز التاسع ياتي شعار بن معتوق حيث تتقدم في هذه اللحظات حظ محمد بن معتوق العامري حمدان بن محمد بن معتوق والمركز العاشر المركز العاشر الفاتنة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي متقدما على المركز العاشر هذه العشر الأسماء التي حضرت حتى اللحظة وتواجدت وسجلت مشاركاتها الرسمية حتى هذه اللحظات التواصل المستمر والعودة إلى المقدمة ما شاء الله المركز الأول أعود إلى المقدمة تشوط وإلى غياثي لا زالتهم سيطرة غياثي في المركز الأول هذه غياثي اللي أمامكم في المركز الأول من خلال هذه المشاركة والمنافسات بالمقدمة غياثي ضاحي بن عبد الله بن ضاحي اللي يتقدم حتى اللحظة بن ميرين مع ريام بيتي بالمركز الثاني سلطان بن محمد بن ميرين محتلنا المركز الثاني المركز الثالث حضور رياض سلاة الله حمود بن سلطان بن راشد العويسي يقدم طيف قدمتي للمركز الثالث حشيمة حشيمة واصلة علي بن سالم بالخرس في المركز الرابع اللي ليبي يلان حضر على المركز الخامس مقدما لنا هذا الاسم وهذه عالية عالية حميد بن محمد بن حديد الجنيبي يحتل المركز الخامس المركز السادس الراشدية حميد بن حران بن حميدان قادم في المركز السادس المركز السابع أول اسم هذه اللي حضرها تلان بشعر سالم بن عمر المدهوشي وقدم هيبة يقدم هيبة في هذه المشاركة هذه الأسماء حضرت تواجدت الكيل والأخير وابن لازالت غياثي لازالت غياثي ضاحي بن عبد الله بن ضاحي بالمركز الأول بالمركز الأول لكن بن حديد بن حديد يقدم عالية يقدم عالية حميد بن محمد بن حديد بن حديد إلى المركز الأول يا الجنيبي يا الجنيبي لكن هي بحاضرة هي بحاضرة سالم بن عامر المدوشي الراشدية الراشدية حميد بن حرار بن حميدان كذلك حاضر في هذه اللحظة هذه المحليات الأصائل شوطن التاسع الجولة الثالثة مع الانطلاقات ولكن راح الجنيبي راح راح بن حديد راح معالية عالية في المكان العالي في المكان الحساد في المكان اللي يتنافس عليه كل الناس آل الهجن لكن المدوشي يقدم هيبة يقدم هيبة سالم بن عامر المدوشي باللحظات الأخيرة باللحظات الأخيرة المدوشي هيبة وعالية هيبة وعالية التنتين خلاص انحصرت المنافسة بين التنتين بين التنتين لكن شوف 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 الجنيبي تقدم مع عالية هيبة هيبة وعالية اللحظات الأخيرة المدوشي الجنيبي الجنيبي في المركز الأول سلامي عليك وتحياتي يا الجنيبي حميد بن محمد بن حديد الجنيبي على فوز عالية بالمركز الأول بالمركز الأول ناموسي هذا الشوت سلام لهالي السلطنة سلام مع الفوز والانتصار هذه عالية إلى ناموسي هذا الشوت ثاني هنا ونموت المركز الثاني هيبة لسالب بن عامر المدوشي المركز الثالث الرهدية حميد بن حران بن حميدان المركز الثالث الحمود بن سلطان العويسي والمركز الرابع هذه اللي تقدمت الطيارة او نواهل لحياب المطار من هذا الاكتبي هكذا كانت النتيجة نعود المركز الثالث الخامس عموما على كل حال عودة الى الصدارة تسع دقائق عشرين ثانية سبعة جامل الثانية تهانين والنموس لمالكي عالية هنا في هذا اللقاء حميد بن محمد بن حديد الجنيبي تهانين والنموس وسلام للسلطنة هيبا خذت المركز الثاني تسع دقائق عشرين ثانية جنيمة ثانية سالم بن عامر المدهوشي تهانين كذلك على المشاركة وهذا اللقاء في المنافسة بينما في المركز الثالث ناخذ ثالث المراكز هنا لحظات الوصول الراشدية تسع دقائق عشرين ثانية بلو فاوة تمام والكمال حميد بن حران بن حميدان حيث حضر في المركز الثالث اتواصل بحضراتكم مشاهدين الكريم